اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي يوم الجمعة الماضي 23 ستة كان يوما عالميا للأرامل الأمم المتحدة في عام 2010 جمعية العامة الأمم المتحدة الحقيقة اقرت انه في كل 23 ستة في كل يوم 23 حزيران ستة يحتفل باليوم العالمي للأرامل وهذا كيوم يعني اعتبرته كيوم عمل لمواجهة الفقر والظلم الذي تعرض له ملايين الأرامل وعوائلهم الأمم المتحدة تقدر يعني ما يقرب من 300 مليون أرملة في العالم وهذه المناسبة يعني الحديث عن اليوم العالمي للأرامل لا بد أن نتحدث عن أرامل العراق العراق واحد من البلدان يعني خزان للأرامل مع العسف الشديد يعني فيه كثير من البؤس فيه كثير من الظلم فيه كثير من القهر وجزء من هذا القهر والظلم والأذى الذي فيه منذ عشرين سنة وأكثر ربما عدد الأرامل العدد الأرامل في العراق يبلغ 3 ملايين أرملة لحد العام أن غالبيتهم يعني عندما تسأل يعني كم يوزعوا لهم من الرواتب الرعاية الاجتماعية لا يتجاوز المئتين دولار قيمة المئتين دولار للذين طبعا من هذه الثلاث ملايين العدد اللي يوزعوا لهم بضعة آلاف ويوزعوا لهم هذه الرواتب وهذه تكون معيلة من ثلاثة أشخاص إلى عشرة أشخاص بهذه المئتين دولار وإذا بلغ واحد من عددهم 18 سنة فما فوقي يشطب من هذه القضية ويطلع خارج السيستم هكذا هما يعني ومشكلة الأرامل في العراق أنهن مهمشات حقوقهن في الحياة وصناعة الحياة في العيش السليم يعيشن على الهامش معرضات لكل الأذى والوضيم والقهر انتظرين الفتاة لكي يعيشن هنا ضحايا الحروب والقتل والتهجير والتغييب والاعتقال خاصة من عام 2003 لحد الآن كارثة كبيرة حلت في العراقيين وأعداد كبيرة جدا من الأرامل يعني حتى وصل لدينا أحياء تسمى أحياء الأرامل الآن في العراق مناطق معينة هي أحياء الأرامل يعين أطفالهن لوحدهن وحالة بائسة وخاصة في مجتمع فوضوي يعني في بلد سياسة فرضت عليه أن يكون فوضويا في كل شيء في مجتمعه في سياسته في تعاطيه في اقتصاده في كل شيء في تعليمه فوضوي في كل شيء فوضى أمنه غير مستقر الرؤية الاجتماعية باتت قاصرة مع ارتفاع أعداد الأميين والجهل وهذه القضية هذه كل إلى تأثيرات على الأرامل اللي فقدن المعيل ويواجهن ظروف الحياة الصعبة لوحدهن كثير منهن كانوا في معسكرات النزوح تم تغييب أزواجهم وأهلهم المعيل وبقى لوحدهن يعيشا حياة بائسة لرعاية أطفال ورعاية شيوخ ورعاية نساء وكبار السن ومرضى تعيلهم مرأة وحدها يعني حتى الكثير منهن يشتغلن في أعمال لا تتناسب لا مع الطبيعة الإنسانية ولا طبيعة المرأة ولا طبيعة مجتمعنا هذا المجتمع الراقي الذي يحترم المرأة والمرأة عنده مثل النقلة باسقة وجذورها بالأرض ورأسها في السماء لكن ما عاد كل شيء مثل ما كان المصيبة مصيبة هذا الوضع الشاذ الذي يعيشها العراق عشرين سنة فبالتالي هذا كلها تأثيراتها على الطفل وتأثيراتها على المرأة وتأثيراتها على الحياة الاجتماعية الحقيقة يعني لا يستطيع أن يرفع عن صوتهم بالمطالبة بأي شيء الكثير منهن نجيتهم في الأسواق وفي أعمال حتى وصلت بعض منهن عملنا في معامل الطابوق في معامل صناعة الفحم في الديوانية وغيرها في يعني أعمال مرهقة متعبة كثير منهم يعملان في لم القمامة لكي تعيل أطفالها بعض منهم كثير منهم لم تستطع أن توفر ما يمكنها أن تعيل به أطفالها لكي يستمروا في الدراسة يعني جبرتها الظروف أن تخرجهم من المدارس ويساعدوها وهكذا الحياة من أصعب ما يمكن هذه تحتاج إلى نظام سياسي إلى رؤية سياسية إلى رؤية اقتصادية ترعى الأرامل تضاحة في مكانها يعني عندما تقول الأمم المتحدة عندما تقول أن هذا لمواجهة الفقر والظلم الذي يتعرضون له تعرض له ملايين الأرامل هذا واقع الحال في العراق أنه يتعرضن للفقر والظلم والاضطياد وكل شيء فهي تحتاج إلى نظام نظام سياسي أولا بقوانينه ورؤيته المتسامحة رؤية اللامة الجامعة لكي يرعى هذه فئة من الناس ولكي يدفع بالمجتمع لرعايتها هذه قضية كبيرة الحقيقة ويعني كثير من الأرامل تعرضنا إلى غروف من أسوأ ما يمكن بعد فقدانه المعيل وهذا المعيل كان فيه مجتمعنا الرجل هو الذي يعيل العائلة وفجأة يختفي هذا الرجل بالتغييب الميليشيات قتلته مع منه قوات الاحتلال تقتله يعني من 2003 إلى حد الآن مصائب حلت في العراق وتحملوها كثير من رجال العراق والمرأة دفعت الثمن الحقيقة المرأة العراقية كثير عندما يكون عدد الأرامل في العراق ثلاث ملايين أحصج قد أطفال يعني في رقابهن وعليهن يعني يقوما بواجبات كل هذه الأطفال يرعوهم ويوفروا لهم الأكل واللبس والتطبيب وهذا فيه مجتمع مجتمع صعب الحياة كل فتحة عالية مصيبة كبيرة هذه تحتاج إلى يعني إلى قوة قوة سلطة قوة حكومة قوة نظام بقوانين برؤية المتسامحة كي يرعى هذه الفئة الكبيرة من النساء العراقيات الرايعات الحقيقة التي تحملنا كل الضيم وتحملنا كل هذا العذاب سنوات طويلة وحتى شاخا قبل أوانيهن هذا وضع الحقيقة كل يوم من أيام الممتحدة التي تقرها وهو يوم للاعتفال وربما في دول أخرى تحتفل به بطريقة أخرى نحن في العراق هو يوم للحزن للأذى والسوء لتذكر المصائب تذكر أن أعداد الكارثة أو حجم الكارثة سيزيد ما الأسف الشديد ربما وقت هذه الحلقة قد انتهى عزاء المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة